يوم الهندسة المصري وحل ابتدى سنة 2002 من 15 سنة على قدين شباب متطوعين مهندسين على مدار 15 سنة بقى عندنا مدرسة اسمها مدرسة متطوعين يوم الهندسة المصري فالفولنتير هنا لما بيجي هو بيتعلم حاجات كتيرة بيتعلم ازاي بقى فولنتير ازاي يفيد الناس اللي حواليه بدون مقابل التطوع ده خلانا نبني بنك افكار كبير جدا وبقى عندنا خبرة طويلة جدا بازاي ننظم حدث بهذا الحجم وبهذا الكم الهائل من المسئوليات اللي عندنا يوم الهندسة المصري life change experience بتغير حياة كل حد بيخشها سواء عارض او زائر او متطوع حياته بتغير يوم ما يدخل يوم الهندسة المصري فاحنا كان دورنا ان احنا نحاول نساعد الشباب دول ونقول لأ ناخد نجارية التقرب دي نعرضها للمجتمع اللي احنا فيه نعرضها للجال اعمال نعرضها للحكومة اي حاج ممكن يستفيد منه يوم الهندسة المصري قدر نقول عليه المتصل المتقطع متصل عشان روح يوم الهندسة المصري واحدة في الخمساشر سنة وهتفضل واحدة في السنة الجاية متقطع عشان كل سنة بيكون لجنة موظمة ليوم الهندسة المصري مختلفة لها طابع مميز تختلف على سنة اللي قبليها لو حشبه يوم الهندسة المصري حشبهه بمكانة كبيرة التروس الاساسية اللي فيه هي المتطوعين اللي اشتغلوا خمساشر سنة لحد دلوقتي عشان يطلعوا اليوم اللي احنا شايفينه النهاردة يوم الهندسة المصري حل وتحول لتجربة حياة وانا اعتقد انه هو مستقبل مرشق لمصر والبلد اللي احنا فيه يوم الهندسة المصري ده عبارة عن زي ما بنقول قمة الهرم واللي باني الهرم ده كله هم المتطوعين في الاخر بالنسبالي يوم الهندسة المصري في كلمات وجيزة جدا هو مدرسة بنتعلم فيها حل مشاكل احنا لسه بنعرفهاش يوم الهندسة المصري هو اكتر عمل خير بتشوف نتيجته قدامك عشان كده كلنا كمتطوعين بنشارك دايما ونحافظ على تواجدنا السنوي في يوم الهندسة المصري الهندسة هي قاطرة التحول في البلد دي ايه دي 2016 ابدعوا استداما موسيقى ارفع عينك ده العمر بيراهن عليك والحلم مفتاحه في ايدك احلموا لنفسك فيه ارفع عينك مكرا اللي جاي ارسم خطاه كمل طريقك اروح معاه كواك حياة انساني ارفع عينك ده العمر بيراهن عليك والحلم مفتاحه في ايدك احلموا لنفسك فيه ارفع عينك مكرا اللي جاي ارسم خطاه كمل طريقك اروح معاه دوك حياة انساني انساني تقدر تطير من غير جناة بس انت عيش حب الحياة حلمك جميل طول ما انت فيه جواك اكيد شوالت حياة تقدر تطير تقدر تطير في تشبيه مشهور قوي بيقول انه البيضة لما بتكسر من بره الكاتكوت بيموت البيضة لما بتكسر من جوه معانيتها ان فيه كاتكوت سيأتي الى الحياة فيه حياة ستخلق فالقوة قد تكون بتنبع من الداخل فعايز كل واحد فيك ويبص جواه عايز كل واحد فيك ويطلع من الداخل الطاقة التي بداخله والافكار الإبداعية التي في داخله تقدر تطير القيام بمودة على شعر ويطلع من الداخل ويطلع كانت اللعنان فعايز كل واحد فيك فعايز كل واحد فيك كم الفطاة كملتني أكروح معا بيارة روما تبين روما تبين تبين تبيني 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 تبيني